السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسا جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء نتكلم في هذا الفيديو عن استخدامات الفعل كان متى استخدم الفعل كان كيف يشكل سؤال وكيف أنفي وكيف أجيب لكن بداية نتعرف على كيفية استخدام كان ومعنى كان إذن كان كان بمعنى يستطيع يقدر يمكن على حسب المراد من استخدامها كان اي تيك داكار نترجم دائما كان في بداية الجملة نترجمها هل إذن هل بإمكاني أن أخذ السيارة إذن بمعنى طلب شيء عندما أطلب الشخص شيء أستخدم كان كان اي تيك داكار كان اي دو سمثين وهكذا لا يستطيع أو لا يمكن أن يوقف السيارة هنا أو يبركن السيارة هنا أو يصف السيارة هنا بمعنى يصف أو يوقف السيارة اللحظة استخدمنا كانت أو كانت هي جات من كان نوت تختصر بدلا عن حرف أو حرفي لأن أو نضع أباستروفي بعدها تي إذن لرفض شيء إذن نستخدم أيضا كانت إذن بمعنى لا يستطيع أو لا يقدر أو لا يمكن إذن نستخدم كانت أيضا she can come with us she can come with us يعني يمكن أن تأتي معنا إذن with us معنا she can come with us اللحظ كان تستخدم السماح لشخص ما يمكن أن يقوم بهذا الشيء أو يمكن أن ينضم إلينا يمكن أن إذن أعطي إذن لفعل شيء ما إذن شيء كان بمعنى هي تستطيع أو تقدر I can drive the car إذن لبين أنه قدرتي أو إمكانيتي أن أقوم بشيء ما أيضا استخدم كان I can drive the car أستطيع أن أقود السيارة ممكن شخص يسألني أنت يا أستاذ تقول أن يعني can to drive هذا خطأ إذن بعد كان لأنا استخدم to إذن ترجم أن إحنا نعرف دائماً to بمعنى أن إذا جاءت إذا جاءت بعد الفعل لكن هنا لا نقول can to drive إذن can drive I can hear music أستطيع أن أسمع الموسيقى أو موسيقى بهذا الحالة قبل أفعل حواس أيضاً استخدم can بمعنى أستطيع أو أن أقدر can he be serious هل يمكن أن يكون جدي بهذا الحالة أيضاً استخدمت can للتعجب أو الدهشة من شخص ما إذن can he be serious إذن دهشة من فعل شيء أو فعل شخص ما إذن بهذا الحالة أو هذه الحالات التي نستخدم بها معانيها في اللغة العربية can I take the car he can't park here she can come with us I can drive the car I can hear music can he be serious إذن serious بمعنى جدي I can speak English أستطيع أو أقدر أو يمكن أن أتحدث الإنجليزية كما قلنا نقول يمكن أن كما قلنا to لكن لا تستخدم to بعد can I can speak English أستطيع أن أتكلم الإنجليزية نريد أن نشكل السؤال فقط نضع can في بداية الجملة can I speak English يعني هل أستطيع أن أتحدث الإنجليزية إذن can I بمعنى هل هل أستطيع أو هل أقدر أن أتكلم الإنجليزية أثناء الإجابة دائما وأبدا أول كلمتين أقلبهم وأجيب بأما بyes أضع بعدها كما فاصلة يعني فلستم يعني بمعنى نقطة أو يكون عندنا no can I تصبح yes I can أو يكون عندنا no I can't or can't إذن كلا لا أستطيع فقط قلبت أول كلمتين إذن لنفي هذه الجملة فقط بعد can أضع not كما قلنا يا أما أكتبها can not أو أختصرها can't or can't بدلا لل-o أضع أباستروفي t إذن هذه الجملة تصبح I can't أو نقول can't speak English I can't speak English لا أستطيع أن أتحدث الإنجليزية إذن نستخدمها can قبل الفعل لا يمكن أن تأتي لوحدة بالجملة لا أستطيع أن أقول I can English أستطيع الإنجليزية إذن هذا خطأ can يأتي بعدها فعل الفعل بصيغة المصدر يعني بدون ing بدون ed يعني ما يكون منتهي الفعل ب-ing ولا يكون منتهي ب-ed ولا يكون منتهي ب-s إذن دائما يأتي الفعل بصيغة المصدر can يأتي بعدها فعل أثناء السؤال فقط أضع can في بداية الجملة أثناء الإجابة أول كلمتين أقلب بيناتهم إذا كان عندنا yes no أيضا أقلب لكن أستخدم not أثناء النفي فقط أضع بعد can فقط بعد can أضع not إذن can أحمل عليهم بشرة not بهذا الشكل وتصبح ترجمتها لا أستطيع he can write a short story يعني يمكن أو يستطيع أن يكتب قصة قصيرة إذا كما قلنا can يأتي بعدها فعل الفعل لا يكون منتهي ب-s ولا يكون منتهي ب-ing ولا يكون منتهي ب-ed لتشكيل سؤال كما قلنا فقط نضع can في بداية الجملة تصبح can he write a short story يعني هل بإمكانه أن يكتب قصة قصيرة ونضع question mark علامة استفهام بالنسبة للإجابة كما قلنا نضع أو نجيب ب-yes أو نجيب ب-no أول كلمتين أقلبهم can he تصبح yes he can يعني نعم يستطيع أو نقول no he can't إذن كلا لا يستطيع يعني نعم يستطيع أن يكتب قصة قصيرة كلا لا يستطيع أن يكتب قصة قصيرة نريد أن ننفي فقط بعد كان نضع not تصبح he can not write a short story لا يستطيع أن يكتب قصة قصيرة إذن نترجم cannot لا يستطيع can في بداية الجملة نترجمها ب-هل إذن can يستطيع يأتي قبلها أحد هذا الضمائر I he she it we you they ما هذا الشكل يعني أصلاً أقول I can يعني أنا أستطيع إذا استخدونا فعل بعدها I can play video games مثلاً أصلاً ألعب ألعاب الحاسوب إذن play I can play أستطيع أن ألعاب he can play هو يستطيع أن يلعب she can play هي تستطيع أن تلعب it can play هو وهي يعني غير الإنسان يستطيع أن يلعب مثل عندنا he أحمد أحمد can she mary mary can it يعني كيف يعني غير العقل يعني غير الإنسان ممكن يكون عندنا cat ممكن يكون عندنا dog وهكذا it can play we can play يعني نحن نستطيع أن نلعب you can play أنت أو أنت أو أنت أو أنتما أو أنتنا إذن you بمعنى أنتم أنتن وأنتما وأنت وأنت إلها خمس ترجمات you can play أيضا they can play هم يستطيع أن يلعبوا إذن they كما قلنا ترجمها هم هما وهن أيضا can يأتي قبلها اسم نستخدم كاما تغير أيضا مذكر أو مؤنث أو يكون عندنا جمع جمع أو مفرد مثلا نقول the student الطالب can يستطيع الطالب أو إذا كان جمع أيضا نقول the student أيضا can يستطيع الطلاب إذن تأتي can بمعنى يستطيع أو يقدر أو يمكن ويأتي قبلها مفرد أو جمع إذن مفرد أو مفرد أو جمع أو أحد هذه الضمع إذن ننتظر هذه الملاحظة can لأتي بعدها مثلا s لن نقول he can goes إذن هذا خطأ لن نستخدم s أيضا لنستطيع أن أقول he can like أيضا نضع d للفعل أيضا خطأ أيضا لنستطيع أن أقول he can reading أيضا نضيف ing أيضا هذا خطأ إذن يأتي الفعل وأيضا لنستطيع أن أقول he can to write هو يستطيع أن يكتب أيضا نستخدم to أيضا هذا خطأ إذن دائما بعد can يأتي الفعل بصيغة المصدر يعني نقول he can إذن نستخدم go بدون أي إضافة أيضا like ممكن نستخدم drive أيضا الفعل منتهي ب e أو نقول الفعل want الفعل يريد لنقول wanted أيضا عندنا الفعل read he can read he can write وهكذا إذن الفعل يأتي بصيغة المصدر بدون أي إضافة طبعا الفعل like فعل شعوري يعني حاسيس أو مشاعر يعني ممكن الشخص لا يتحكم بالكره أو بالحب إذن هذا فعل حواس بهذا الشكل نهاينا درسنا هذا اليوم تكلمنا عن فيه تكلمنا فيه عن استخدام الفعل كان في حالة السؤال وفي حالة النفي وكيف أجيب إجابة قصيرة وكيف أترجم كان في اللغة الإنجليزية واستخداماتها أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك من القناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقاء تعمل فائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته